اشتركوا في القناة التي يقوم بها معالي لجمهورية باكستان الاسلامية وقد كلف فخمة رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى عاهل البلاد المفدة حفظه الله واعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين وتطلعه إلى فتح أفاق أوسع لهذه العلاقات بما يدعم مصالح البلدين وأكد معالي وزير الخارجية أن العناية التي تحضى بها العلاقات بين البلدين من قبل القيادتين تعد أحد السمات الأساسية لها وركيزة لدفع العلاقات بالسمرار نحو مراحل أكثر تطورا بما يتوافق مع طموحاتهما ويدعم مصالحهما ويسهم في أمن واستقرار المنطقة مشيدا معالي بالدور الذي تطلع به الجالية الباكستانية في البحرين وبإساماتها الإيجابية في مسيرة عملية التنمية منوها النأم عليه بدور باكستان في إرساء السلام الأقليمي وسعيها الدام لوضع حلول ملائمة للأزمات التي تواجه المنطقة بالتعون والتنسيق مع دولها كما نقل معالي وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد إلى دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني في طرز زيارة الرسمية التي يقوم بها معالي إلى باكستان أعرب معالي وزير الخارجية خلال الاجتماع عن اعتزازه بما تتسم به العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية من رسوخ وثبات يدفعها دوما للرقي والتطور وتحقيق طموحات البلدين والشعبين الصديقين ويدعم جهود التنمية ويعزز النمو الاقتصادي مشيدا معالي بمواقف باكستان الداعمة لمملكة البحرين في كافة الظروف والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين وحرصها على ما يجمعهما من علاقات وثيقة ونوها معالي وزير الخارجية بالجهور الدأوبة لجمهورية باكستان الإسلامية في تثبيت دعائم الأمن وركائز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا حرص مملكة البحرين على دعم هذه الجهود بما يؤدي لإرساء السلام في جميع أنحاء العالم من جانبه أعرب دولة السيد محمد نواز شريف عن اعتزازه بزيارة معالي وزير الخارجية مستذكرا بكل التقدير زيارته لمملكة البحرين وما حظي به من حفاوة من لدن قيادتها الحكيمة تعكس السعي المشترك لاستمرار التواصل وتؤكد متانة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية والتي تمر بمرحلة مزدهرة تتميز بتعدد مجالات التعاون وأمكانيات واسعة للمزيد من التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين لأجل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تهدد دول العالم متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار كما شمع معالي وزير الخارجية اليوم مع معالي سيد طارق فاطمي المساعد الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة حيث تم استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل توطيدها ودفعها لآفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين وتعزيز مصالحهما إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال الاجتماع أكد الجانبان على تجذر امتداد العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية والسعي إلى تنمية مستويات التعاون بينهما إلى الأصعدة كافة مشيرين إلى أن السمرار التنسيق والتشاور بين مسؤولية البلدين تجاه مختلف القضايا يعد هدفا مشتركا خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه جميع دول العالم وتفرض تعاونا مشتركا لمواجهتها والتغلب عليها منوهين بوقوف البلدين ودعمهما لا محدود للآخر في كافة المواقف هذا وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن خالص تقديره لدعم جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لأمن واستقرار مملكة البحرين الذي يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتي تقوم على روابط تاريخية واجتماعية وثقافية أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بتضامن باكستان مع مختلف القضايا الخليجية والعربية والإسلامية جاء ذلك بكلمة معالي وزير الخارجية في افتتاح الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية والذي عقد بجمهورية باكستان الإسلامية حيث تمت مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية المشتركة وسبل توطيد التعاون في المجالات المختلفة ومن بينها التجارة والاستثمار المجالات المالية والمصرفية الصناعة والنسيج الطيران الطاقة العمل بالخارج التعليم العالي العلوم والتكنولوجيا المعلومات والبث الإذاعي والتراث الوطني وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية هو ثمرة للاجتماعات بين قيادتي البلدين خلال الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى باكستان في مارس 2014 والتي تلتها الزيارة الرسمية الناجحة لدولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين في يناير 2015 ماربا معاليه عن ثقته في أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة سيكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين كما أنه فرصة لمراجعة نطاق هذه العلاقات فضلا عن التفاهم والآراء المشتركة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل البناء على هذا الاجتماع ومتابعة وتنفيذ الاتفاقات العديدة التي تم التوصل إليها بين البلدين وأضاف معالي وزير الخارجية أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية وخاصة أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية منوها معاليه بمساهمة الجارية الباكستانية في عملية التقدم والتنمية بمملكة البحرين من جانبه رحب معالي سيد سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية بمعالي وزير الخارجية منوها بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية من تطور وتقدم لافتين على المستويات كافة مشيدا بما تقوم به مملكة البحرين من دور مهم في ترسيخ التعاون بين دول المنطقة وتعزيز الأمن والسلم بها متمنيا لها المزيد من الرخاء هذا وقد تم التوقيع على محظر الاجتماع ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والثروة البحرية ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين وأكاديمية الخدمات الخارجية بوزارة خارجية جمهورية باكستان الإسلامية كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية في المنامة عام 2019 وقد عقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة ومعالي السيد سرتاج عزيز مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة ترجمة نانسي قنقر